مفيش نظرية علمية دار حواليها النقاش وجدال كتير زي ما دار حواليه نظرية التطور وخصوصا في عالمنا العربي الى اي حد فين اول ما بيسمع جملة نظرية التطور على طول بييجي في دماغه وهي مش دي النظرية اللي بتقول ان الانسان اصل ويرد وبالتالي في اي حد مع النظرية ديت بيصنف ان هو شخص ملحد او غير مؤمن عشان كده انا في الحلقة ديت قررت ابسط الموضوع خالص واسمتها على جزئين الجزء الاول هنتكلم فيه عن النظرية نفسها هنفهم بشكل مبسط خالص ايه هي فكرة النظرية والجزء التاني من الحلقة هنتكلم فيه عن ادلة النظرية وعن الاهم وهو الصراع ما بين الدين والنظرية بخصوص نشأة وتطور الكائنات الحية وخصوصا نشأة الانسان فيلا بينا نحكي حكاية حكاية نظرية التطور ببساطة شديدة ان البشرية قبل داروين كانت مقتنعة ان كل نوع من انواع الكائنات الحية اتخلق لوحده يعني ربنا خلق الانسان لوحده خلق الحيوان لوحده خلق النبات لوحده وهكذا كل داروين قالوا بعدما قد عمره كله في تشريح كائنات وتدوين ملاحظات ان الصورة ديت هي صورة خاطئة وان كل انواع الكائنات الحية اللي موجودة على سطح الارض جاية من أصل واحد مشترك وان الاختلاف اللي موجود ما بين الكائنات ديت نتيجة حاجة اسمها الانتخاب الطبيعي يعني ايه بقى جملة الانتخاب الطبيعي ديت يعني ببساطة شديدة من اسمها الطبيعة بتنتخب أو بتفضل الأفراد اللي بيقدروا يتأقلموا على ظروف الحياة في حين أن الأفراد أو الأنواع التانية اللي ما بتقدرش يتأقلم على ظروف الحياة فبتنقرر بمثال بسيط عشان نفهم فكرة الانتخاب الطبيعي اللي داروا ينقل عليها لو عندنا فرد الفرد دوت تقاصر وأنتك 50 فرد تانيين وحصل أن فرد من الخمسين دول كان عنده صفة مختلفة تماماً عن 49 البقائين الصفة دية تمكنت الفرد دوت أنه يطور مهارة مختلفة ويتفوق على أكرانه وكمان الفرد دوت قدر يورس الصفة دية في الأجيال اللي جاية من بعده هنا بقى الطبيعة بتنتخب الشخص دوت هو وزريته وبتسمح له بالبقاء بشكل أسرع وأكتر من أكرانه لو حصل بعد كده أن في صفة تانية اتولدت في أحد أفراد هذه الزرية الجديدة هنا بيبدأ تتراكم الصفات وراء بعضها بنفس الطريقة عبر مرور الأجيال الكتيرة عبر ملايين السنين بتبدأ الصفة وراء الثانية وراء الثالثة بتتراكم لحد ما بينتوا بنوع جديد مختلف تماماً عن النوع الأصلي اللي كان منه الفرد دوت ودي بقى فكرة دروين ببساطة في اختلاف الأنواع اللي موجود ما بين الكائنات الحية تعالوا بقى نطبق مفهوم الانتخاب الطبيعي دوت ونفهم أكتر نظرية التطور في موضوع حلقتنا النهاردة هو تطور الكائنات الحية من السلف المشترك الأخير اللي احنا تكلمنا عليه الحلقة اللي فتت عشان نفهم بقى حكاية تطور كل الكائنات الحية من السلف المشترك الأخير لازم نعرف الأول أن كل الكائنات الحية اللي موجودة على سطح القرى الأرضية بيصنفها العلماء حسب آخر تصنيف إلى خمسة ممالك رئيسية أول مملكة ودي اللي تهمنا هو مملكة الحيوان اللي فيها كل أنواع الحيوانات وفيها الإنسان تاني مملكة هي مملكة النباتات تالت واحدة الفطريات رابع واحدة الطرائعيات والخمسة هي البدائيات ماناش دعوا بآخر أربع ممالك وخلينا في المملكة اللي تهمنا وهي مملكة الحيوان إزاي بقى الخلية البدائية اللي احنا وقفنا عندها الحلقة اللي فاتت قدرت تتشكل وتتطور وتنتج كل أنواع الحيوانات اللي موجودة ديت اللي حصل إن في نفس الوقت اللي تشكل فيه أول خلية بدائية من 3 و 8 من 10 مليار سنة زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت اتشكلت خلايا بدائية أخرى كتير وطبعا زي ما قلنا على حسب قانون الانتخاب الطبيعي فالطبيعة بتنتخب الخلايا التي تستطيع أن تتأقلم مع الظروف في حين إن باقي الخلايا اللي مقدرش يتتأقلم على الظروف المحيطة انقردت الخلايا البدائية اللي قدرت تتأقلم على الظروف ديت كانت بتعيش إزاي كانت بتتغذى على العناصر الكيميائية البسيطة اللي موجودة في حياتها فقدرت الخلايا تتطور لحد من 3 مليار سنة أحد هذه الخلايا اتطور بداخلها جزء معين عنده قدرة مميزة وخاصة وهي إنه هو بيقدر ينتص أشعة الشمس ويحولها للطاقة والغزاء ومن هنا حصل أول اكتفاء ذاتي في التاريخ يعني إيه الجملة ديت يعني قبل كده كانت الخلايا البدائية ديت بتعتمد على الوسط المحيط في غزاءها والطاقة الخلايا ديت قدرت تكتفي بنفسها يعني بتكتفي بدوق الشمس اللي جاي لها من غير ما تحتاج الوسط اللي حواليها ومن هنا بدأت انفصال مملكة الحيوان عن مملكة النباتات يعني الخلايا اللي قدرت تستخدم ضوء الشمس وتعمل عمليات بناء ضوي دي كبداية خلايا النباتات اللي اتطور منها كل أنواع النباتات في نفس الوقت دوت كت الخلايا التانية اللي ما قدرتش تطور الجزء اللي بيستخدم ضوء الشمس دوت فطرت زي ما هي تعتمد على البيئة المحيطة في غزاءها والحصول على الطاقة وكانت بردو بتعتمد على الخلايا النباتية في غزاءها الخلية الحيوانية دي بدأت تتطور مع مرور الوقت لحد من 2 مليار سنة على حسب اعتقاد العلماء بدأت تبقى خلية متكاملة بيسميع العلماء حقيقية النواة يعني خلية متكاملة عندها نواة حقيقية محاطة بغشاء بدأت بعد كده الخلية الحيوانية دي تتطور وتتعقد أكتر لحد ما بدأت تكون أول كائن حي متعدد الخلاية وديكت معضلة كبيرة بالنسبة للعلماء إزاي الكائن الحي المكون من خلية واحدة دوت قدر يتطور ويبقى كائن حي مكون من عدة خلاية لحد من سنة 2016 العلماء اكتشفوا جيم معين موجود في الكائن وحيد الخلاية اللي هو مكون من خلاية واحدة بيمكنه أو بيخليه يقدر يبقى كائن متعدد الخلاية وأسيب الرابط بتاعه في المصادر اللي حبيب بيرجع له طيب نرجع بقى لكائن متعدد الخلاية اللي هو تكون من حوالي مليار سنة دوت الكائن دوت كان كائن بسيط جدا كان مجموعة من الخلاية متجمعين مع بعض لا في عضلات ولا في عظام ولا في أعصاب ولا حتى معظمهم كان غير قادر على الحركة الكائن متعدد الخلاية دوت مع مرور الوقت بدأ يتطور لأفرع كتيرة من الكائنات زي الكشريات اللي منها الجنبري والرخويات والشوكيات اللي منها نجم البحر وغيرها من الكائنات وفي نفس الوقت بدأت مجموعة من الكائنات متعددة الخلاية تطور بداخلها ما يعرف للحويصالة الهوائية وديت عبارة عن بلونة بتنتفخ بالغازات بتستخدمها الكائنات كنوع من التأقلم عشان تقدر تعوم في المياه وفي نفس الوقت بطول جسمها اتكون حبل متين اللي هو بداية ظهور الهياكل العظمية وبكده مملكة الحيوان عند النقطة دي بدأت تتقسم إلى فقريات ولا فقريات وكانت بداية ظهور الأسماك اللي بدأ يتطور منها كل أنواع الأسماك أحد هذه الأنواع المتطورة قدرت تطور بداخلها رئة صغيرة علشان تقدر تتنفس في الدين في فصول الجفاف ومن هذه الأنواع بدأت تظهر البرمائيات وهي نوع من أنواع الكائنات الحية زي الضفاضع اللي بتقدر تعيش في المياه وبتقدر تعيش على اليابسة أنواع من البرمائيات اللي قدرت تعيش على اليابسة بدأت تتطور أعقد وأعقد ونتج عنها الزواحف زي السعبين والتماسيح وغيرها من الكائنات اللي بتستطيع فقط أن تعيش على اليابسة من الزواحف دي بدأ يحصل تعقد وتطور ونشأ عنها الطيور والسديات ازاي ده حصل بالنسبة للطيور احد الزواحف حصل طفرة معينة في الساقين الاماميتين له وبدأ يتحولوا الى جناحين بيستخدمهم في الطيرات علشان كده حتى بيلاقي صغار الطيور في اخر الجناحين بتاعهم فيه زي مخلب وده دليل ان الجناحين في يوم من الايام كانوا ساقين وبرضه صغار الدجاج لما بيجي يمشوا في بداية حياتهم بيستخدموا الجناحين بتاعهم لانهم في فترة من الفترات كانوا عبارة عن ساقين طيب بالنسبة للساديات الزواحف دي احد الانواع منهم بدأ يتطور ويتعقد ومن هنا بدأت انواع الساديات تتطور اللي في الاخر خالص وصلت الى تكون او ظهور الانسان زي ما اناعرف الحلقة الجاية ودي كانت ملخص بسيط لازاي الكائنات الحية قدرت تتطور من خلية واحدة لتنتي كل انواع واشكال الكائنات الحية اللي موجودة على سطح القرى الارضاني نيجي بقى الاهم سؤال في حلقة النهاردة وهو هل نظرية التطور نظرية علمية صحيحة وهل فعلا فيه ادلة موجودة على ان الحكاية اللي لسه حاكينها من تطور كل انواع الكائنات الحية من اصل واحد مشترك هي فعلا حكاية مظبوطة مبدئيا معظم علماء الاحياء متفقين دلوقتي ان نظرية التطور نظرية علمية صحيحة وفي المصادر هسيب رابط للي حابب يطالع على المعلومة دي طيب ليه العلماء مقتنعين بالنظرية دي لان ببساطة كل العلوم وكل الادلة بتشير الى انها نظرية علمية صحيحة زي بالضبط كده الصورة البازر المكونة من قطع كل ما نحط قطعة كل ما الصورة توضح اكتر واكتر واكتر لحد ما الصورة بتبدأ تكتمل في الاخر نفس الكلام في نظرية التطور وانقال على نظرية التطور وكل وقت بيعدي كل ما بتزهر ادلة جديدة بتوضح ان هي فعلا نظرية صحيحة طيب زي ايه الادلة ديت نبدأ بعلم الجيولوجيا اللي هو علم دراسة طبقات الارض ازاي العلم دوت بيدعم نظرية التطور احنا عندنا علماء الجيولوجيا بيقسموا الكشرة الارضية الى طبقات من الأقدم فالأحدث هنا الحفريات او الهياكل العظمية اللي بيلقوها في الطبقات الاجدم بتكون دايما لانواع اقدم في السجل الاحفوري عن الهياكل العظمية والاحفوريات اللي بيلقوها في الطبقات الاحدث يعني ايه القصة ديات يعني لما بنيجي مثلا نلاقي هيكل عظمية الانسان او لسيديات فدائماً بيلاقيها في الطبقات الأحدث لأنها آخر الأنواع تطوراً في حين أن باقي الأنواع اللي جات قبل الإنسان وقبل السديات بيلاقيها في جميع الطبقات طيب إيه تاني من العلوم بيدعم نظرية التطور؟ علم زي البيولوجيا الكيميائية برضو بيدعم نظرية التطور إزاي الكلام دوت؟ العلماء بتوع الأحياء لما بيجي يدرسوا الكائنات الحية بيلاقوا مثلاً أن كل أنواع الكائنات الحية بتستخدم نفس العشرين حمض أميني في إنتاج البروتينات كل أنواع الكائنات الحية لها نفس نظام الحمض النووي اللي هو الـ DNA أو الـ RNA ده مش كده وبس ده كل ما بيكون فيه أنواع متقربة من بعض كل ما بيكون الـ DNA بتاعهم قريب من بعض علم تاني بيساعد نظرية التطور هو علم المورفولوجي وده يعتبر من أقوى العلوم اللي بتؤيد نظرية التطور ليه؟ لأن في بداية نظرية التطور كان بيوجه إليها انتقاط قوي جداً بخصوص الحلقات الانتقالية يعني نظرية التطور بتنص على أن الزواحف تطور عنها الطيور أن الأسماك تطور عنها البرمائيات طبعاً إحنا قلنا أن التطور ده بياخد ملايين السنين وبيكون عبر أجيال مختلفة وعبر كائنات مختلفة كتير فين بقى الحلقات الانتقالية أو الكائنات الانتقالية ما بين الأنواع دي يعني فين الكائن الانتقالي ما بين الزواحف والطيور لهو عنده صفات من الزواحف وعنده صفات من الطيور الحقيقة أن خلال الـ 200 سنة اللي فاتوا اكتشفنا العديد من الحلقات الانتقالية زي الأركيو باتريكس والتكتالك وغيرها هنا علم المورفولجي لما بيجي يدرس الكنائة دي بيلاقي فعلاً أن هي عندها صفات مشتركة ما بين الأنواع اللي احنا قلنا عليها يعني مثال طائر الأركيو باتريكس دو الطائر اللقوا عنده أسنان الأسنان دي حاجة خاصة بالزواحف وفي نفس الوقت لقوا عنده ريش ودي حاجة خاصة بالطيور وبالتالي فالكائن دو يعتبر حلقة انتقالية ما بين الزواحف وما بين الطيور نيجي بقى الآخر جزئية في حلقة النهاردة وهي التعارض اللي موجود ما بين نظرية التطور وما بين النظرة الدينية للتطور ونشأة الكائنات الحية وخصوصاً الإنسان الحقيقة أن التعارض دو جاي نتيجة الصورة الزهنية الخاطئة المتكونة عندنا عن نظرية التطور زي ما قلنا في أول حلقة إن كل اللي نعرفه عن نظرية التطور إنها بتقول إن الإنسان أصله يرجى وبالتالي بنرفضها على طول يعني اختزلنا كل العلوم وكل الأدلة وكل شوية في الجملة دية من غير أي منهجية خالص لأن أي دارس للعلوم لو بص ببساطة شديدة على الأدلة اللي موجودة وفهم النظرية كويس جداً زي ما شرحناها من شوية هيلاقي فعلاً إن النظرية بتقدم إجابة عن كيفية تطور الكائنات الحية وعلشان كده بيلاقي علماء كتير جداً مؤمنين بنظرية التطور ومؤمنين بوجود إله للكون ليه؟ لأن زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت إن فيه فرق ما بين العلم والدين العلم دايماً بيجاوب عن كيفية حدوث الفعل يعني نظرية التطور بتقدم إجابة عن كيفية نشوء وتطور الكائنات الحية أما ليه ده بقى حصل فدي على حسب معتقد كل واحد يعني الشخص المؤمن بوجود إله شايف إن التطور اللي حصل دوت سببه عقل مدبر للكون هو اللي سمح إن تحصل التفارات ديت أو سمح إن تحصل التطورات ديت بالشكل دوت في حين إن الشخص الملحد اللي هو مش مؤمن بوجود إله شايف إن كل اللي حصل دوت حصل بالصدفة بشكل عشوائي العلم زي نظرية التطور بيقولك إزاي ده حصل أما ليه دي بقى فعلى حسب كل واحد ودي نقطة مهمة جداً إن إحنا لازم نفرق ما بين العلم والدين الحلقة الجاية هنتكلم عن نشأة وتطور الجنس البشري وبتاية ظهور الإنسان وهنعرف بقى إيه حكاية الإنسان أصله إرد ديت وهل فعلاً نظرية التطور بتقول إن الإنسان أصله إرد ولا لأ؟ هذا هو اللي سنعرفه الحلقة الجاية